السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة ملفات مهمة جدا وأحداث خطيرة متوقعة الفترة القادمة تابعوا الحلقة دية للأهمية هنتكلم عن عدة مواضيع نبدأ على طول الكلام بتاعنا باللي بيحصل في بلاد الحرمين في الحقيقة كل يوم تقريبا أصبح في بلاد الحرمين خبر صادم أو كارثة سميها زي ما تسميها انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي سور لناس لبسين وفيديوهات كمان عندي لناس لبسين لباس الإحرام وما نعرفش من أني دولة ومش مهم من أني دولة لكن الشيء الصادم والملفت ان هؤلاء ليسوا مسلمين انت مستوعي بالكلام ده في قلب الكعبة ولبسين لباس الإحرام وبيطوفوا وليسوا مسلمين طيب عرفنا منين أنه هما ليسوا مسلمين طبعا الصورة بتبين الرسم بتاع الصليب اللي موجود على أجسامهم بصورة واضحة للغاية وطبعا الفيديوهات ديت عليها حقوق ملكية فما أقدرش أننا أعرضها لكن هي موجودة بوضوح وخش وشوف علشان تتصدم السؤال هو أي حد متاح له الآن من الناحية القانونية في بلاد الحرامين في السعودية انه هو يخش الحرم المكي الكعبة حتى لو كان غير مسلم ده سؤال لازم ان احنا نلاقي إجابة عليه ولا الموضوع بقى باللي يدفع ده اعتقادي يعني عشان تبقوا فاهمين اللي بيدفع هو اللي بيخش وموضوع بتاع الحج والعمرة والكلام ده كله لو سؤال يعني سؤال افتراضي لو إن الخدمات دي مجانية من غير طبعا المليارات اللي هما بيحصلوها من الحج والعمرة هل كان الناس الموجودين هيسمحوا بالحج وبالعمرة لهوب لاش إجابة ستكون صادمة للغاية أي حد مع فلوس بقى بيروح كأنها بقت رحلة طرفيهية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخراب الإيماني هو عنوان ما يحدث الآن ولذلك لا تستغرب عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث تفتحون جزيرة العرب فيفتحها الله طبعا العلماء إياهم اللي هما مش علماء شيوخ السلطان حاولوا يوجدوا مخرج لهذا الحديث لأن الرسول بيقول تفتحون جزيرة العرب تفتحون فارس تفتحون الدجال فطبعا الدجال ده آخر الزمان يعني الكلام ده عن آخر الزمان عايزين يوجدوا مخرج الدعاء اللي على أبواب جهنم فقالوا إيه قالوا لا ده الكلام ده المقصود بفتح جزيرة العرب في فتوحات الخلفاء الراشدين وما بعدهم كلام هزلي لا يخرج إلا من ناس مهرجين ليس لهم علاقة بالعلم الشرعي والحديث واضح وضوح الشمس أن جزيرة العرب ستفتح في آخر الزمان فلا تستغرب مما يحدث الآن بكلام واضح تعالوا كمان نروح للعنصر الثاني أخطر ما في هذه الحلقة ليلى عبداللطيف خرجت علينا كلكم عارفينها الفلكية أو العرافة سميها زي ما تسميها وبتقول أن في أحداث عظيمة في الحج لمحت وقالت أن في فوضى عارمة هتحصل في دولة من الدول العربية في مناسبة كبيرة دينية طبعا الكلام واضح أنه عن السعودية بلاد الحرمين في موسم الحج وتكلمت عن فوضى عارمة فهل في البداية عايزين نقول أن اللي هي بتقوله ده ليس عرافة خد بالك هي ممكن بتقول كلام كتير من باب العرافة وهو محرم لكن الكلام ده مش عرافة إما الهو إيه؟ يعني أخشى أن يكون هذا الكلام مخطط لشيء بيدبروه طبعا الضمير عائد يدبروه دي على مين؟ على من يحكمون العالم وأصبحوا مش هقول في الخفاء أصبحوا معروفين الكثير من الناس هل بيدبروا حاجة في موسم الحج؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حديجة بيت الله من كيدهم فدي كانت يعني نقطة أولية لازم أوضحها أن كلامها ده مش عرافة بالرغم أنها كثير من كلامها في عرافة وكهانة لكن هذه الجزئية دي ورقة بتتكلم منها وماليينها تقول إيه؟ تمهيد لحدث غير مباشر أو تمهيدات غير مباشرة لحدث في موسم الحج ويعني الأحداث العظام اللي هم بيتكلموا أو العظيمة اللي بيتكلموا عن هدية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخيب ظنهم لأن الأمر إذا تعلق بسلامة الحداج فالموضوع ده مفهوش هزار ولعل الأسباب زي ما قلت لكم منذ قليل في الحلقة اللي بدأنا بيها اليوم بتاعنا التجديدات الأمنية فيها إن زي ما بيقولوا عندنا في مصر ويعني نرتقب بإذن الله الأحداث وأنا لسه ما عملتش ليكم الحلقة المرتقبة اللي عايز أقول لكم من الناحية الشرعية بقى مش من ناحية الكلام الفارغ اللي بتقولوا ليلى لا ده من الناحية الشرعية ومن منطلق الأحاديث إيه اللي ممكن يحصل في موسم الحج اللي بعد على بعد أيام إن شاء الله في خلال اليومين اللي جايين هتكلم عن هذا الموضوع وهذا الملف الخطير جدا جدا قلوا لنا رأيكم إيه في الكلام دوت وادعوا الله وكسفوا بالدعاء لسلامة أهلنا في موسم الحج اللي على بعد أيام قليلة بإذن الله تاريخ الحرب العالمية الثالثة هير مجدون انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي كلام كتير قوي وعلى فجأة انت بتستغرب بتلاقي إن موضوع معين الكل بيتكلم عنه ودي علامة استفهام برضو وحاجة غريبة وغير اعتيادي هل الموضوع ده تمهيد بيمهده للناس فعلا التواريخ اللي ذكرت في عدة قنوات كانت تواريخ في الحقيقة مستندة لتقارير أجنبية وتقارير أوروبية وتقارير روسية بتتكلم عن تواريخ واضحة التواريخ ديت بتتكلم عن النص التاني من اكتوبر القادم ركز أول في الكلام الخطير ده وبدايات نوفمبر القادم يعني هما بيقولوا بوضوح كده إن الحرب العالمية هتبدأ من اكتوبر الفين اربعة وعشرين أو هتبدأ بالكتير في نوفمبر الفين اربعة وعشرين وطبعا الكرتون بتاع سيمسون بيتكلم عن هذا الأمر برضو وشهر اكتوبر بيحطين في تواريخ فيا ترى هل فعلا هيحصل هذا الكلام ونرى بداية الحرب في هذا التوقيت الله أعلم يعني إحنا لا نعلم الغيب وبرضو القنوات اللي طلعت اتكلمت اتكلمت للأمانة من منطلق تقارير أجنبية يعني برضو بتنقل أخبار وتقارير روسية ان الحرب بدأ هتبدأ في شهر اكتوبر بصوا سواء كان هذا أو ذاك التاريخ ده أو غيره فأنا وجهة نظري أرى أن هرم جدون على الأبواب وأنها أقرب من أي وقت مضى والأحداث كلها على مستوى العالم العالم بيغلي والناس الشيوخ في غفلة ده أنا خايف أن الشيوخ أنا طبعا بتكلم على الدعاياهم في ناس محترامين كتير أنا خايف أن الشيوخ دول يطلعوا يقولولنا أن هرم جدون دي ملناش علاقة بيها وأن إحنا مسلمين ملناش علاقة بالموضوع دوت عشان يطمسوا مقدمات ظهور الإمام المهدي عايز كمان أتكلم تعارفين بنحاول نحافظ على وقت الحلقة عايز أتكلم عن السفر عبر الزمان ضقة كبيرة جدا أن واحد خرج علينا قالك أنا سفرت عبر الزمان وصورت صورة من 11 ألف سنة وصورت فيديو فواحد يقولك هو فيه فيديوهات قالك ما هو بقى سافر عبر الزمان مع الكاميرا بتاعته ده الكلام اللي تقال يعني وامشوا معايا للآخر وصورت نوح عليه السلام وهو بيحشد كل أنواع الطيور والحيوانات في سفينة النجا وخرج علينا بالصور دي اللي هاتو شايفنا طبعا ده مقطع فيديو أنا مش معاه حقوق فهمنا مش منزله دي صورة صورة ثابتة زي ما أنتو شايفين وبيقول أن ده نوح عليه السلام طبقا للتصوير الكلام ده عبر الزمان في الحقيقة الموضوع ده عمل ضجة كبيرة جدا وانتشر بصورة كبيرة فكرة السفر عبر الزمان ممكن واحد يسافر في الماضي ممكن واحد يسافر في المستقبل أعتقد بكلام قطعي إن الكلام ده كلام فاضي وكلام لا أقتنع به لأن الزمن هو لغز كبير جدا بل إن شئت قل هو سر كبير من أسرار الله سبحانه وتعالى ولم نرى أحد سافر عبر الزمان في الماضي لم نرى ذلك حد رجع لورا لأن من يموت لا يبعث إلا يوم القيامة خلاص اللي مات انقطع العمل بتاعه فما يقدرش واحد يرجع حي يرجع بالزمن الورا لأن الزمن له حقبة وقوانين معينة من حيث بقاء اللي منتمين لهذه الحقبة الزمنية المعينة ويرب كلامي يكون واضح ومفهوم وبالنسبة للسفر عبر المستقبل إنجاز التعبير لم يحدث هذا الأمر إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج عندما عرج به إلى السماوات العلى ورأى الجنة والنار ورأى أهل الجنة ينعمون وأهل النار يتحصرون ويعذبون ورأى خازن أهل النار ورأى حاجات كتيرة في رحلة المعراج لكن غير كده هذا الأمر ممتنع شرعا ونقلا وعقلا عشان ما تتعبوش نفسكم لا في واحد سافر ولا دي صور نوح ولا هذا الجهدي وكمان المفاجأة أنا أعتقد والله أعلم أن دي مشاهد من فيلم وسائقي وبيتحكوا على الناس علشان يشككوهم في خالقهم سبحانه وتعالى للحديث بقية بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا